أهلا بكم معي من الفاصل وإحنا الوقت مكاملين بقى معينا الدكتورة مرو عثمان وهي أقصائي توليد وعكم نساء تجميلية أهلا بيكي إزايك عامل إيه؟ ننوران ربنا يخليكم ننوران بس طيبا إحنا الوقت بقى لنا أسبوع أو ده أسبوع من الكلام فيه عن مرضى السكر والأكلات وكل حاجة تخص مرضى السكر فإحنا الوقت عايزين نسأل بخصوص الحمل هل ينفع إن مثلا مريضة سكر إنها تحمل وأوقات الأم أو ما بيبقاش عندها إيه مشكلة ولكن بعد ما بتحمل بيجي لها السكر فإحنا عايزين نفهم بقى القصة دي خلينا في أول حاجة وبعدين نخشوا في نهاية تمام إحنا أصلا نسبة الستات الحوامل اللي عندهم مرض السكر من 15% ل20% من كل السيدات الحوامل 85% منهم دول بيجي لهم سكر بعد الحمر والنسبة الأقل لل 15% بيبقى عندهم أصلا سكر قبل الحمر السكر معينا بيتقسم أربعة نواع نوع حاجة اسمه إنسولين ديبندنت ودي العيانة من أول ما بتتشخص سكر وغالبا بيبقى في السن الصغير بتبدأ تتعالج بإنسولين نوع تاني بيبقى اسمه مش معتمد على الإنسولين ودي العيانة بتبقى ماشية على علاج فموي وما بتاخدش إنسولين غير فيه حالات متأخرة جدا وده غالبا بييجي للسن المتأخر وللناس بالذات التخينة شوية نوع تالت اللي هو سكر الحمل وقت الحمل البانكرياس ما بيقدرش يتعامل مع كمية السكر اللي موجودة في جسم السن فبيديفلوب أو بيكون حاجة اسمها سكر الحمل طيب السيدات اللي تقدر أو نقدر نسيطر على موضوع السكر قبل الحمل هم اللي عندهم الأنواع اللي بتيجي إنسولين ديبندنت ونان إنسولين ديبندنت اللي هو مقابل الحمل دول المفروض لازم الأول يعملوا زيارة للدكتور وتقوله أنا نوية أحمل أعمل إيه؟ رقم واحد بنقيس الهيمجلوبين السكري ممنوع تماما إنه واحدة تحمل والإنسولين السكري بتاعها أكتر من ستة لازم نوصله لستة علشان أقدر أقول لها لأ الدقيق إحملي دلوقتي رقم اتنين لازم تمشي على فالك أسد من بدري من قبل الحمل على أقل شهر خمسمية في اليوم أعتقد ده كده كده لكل ستة مشارك كله بس ستات تانين ممكن ميتين وخمسين إنما الستة اللي عندها السكر لازم خمسمية تمام بعد كده نبدأ نديلها فرصة أن هي تحمل ومشكلة السكر كمان أكتر حاجة في التشوهات يعني السكر ممكن يعمل لها إجهاض وهو من أسباب الإجهاض المتكرر ممكن يعمل لها تشوهات خلقية في البيبي ممكن يعمل لها ولادة مبكرة ممكن يعمل لها انفصال في المشيمة ممكن يزود كمية الماء اللي حولين البيبي البيبي نفسه يبقى وزنه كبير البيبي ده في المستقبل لما يكبر ويبقى أدلت راجل أو ست زي الفل ممكن يجي له سكر عشان مامته كان عندها سكر حمل تمام يعني هو ورص هو طبعا فيه جزء منه جمعتك وراطي تمام طيب يبقى ده لحلول والأمة بقى لما بيجي لها السكر ساعة الحمل عشان البنكرياس عندها مستوعد مش قادر يتعامل مع كلية السكر هو طبعا ما لهش حلول غير ان احنا اولا هي لو بنتكلم ان هي كان عندها السكر وحملت واتفقنا ان احنا خادت الفولك أسد وزبطنا الهيموجلوبين السكري اي واحدة بتبقى ماشية على قراس بنشفت لإنسولين ان هتبقى 3-4 انواع لقراس ممنوعة او بتعمل تشوهات فبنشفت للإنسولين معدل الجلوكوفاج او الميتفورمين ده اللي هو سيدات كتير بتاخده ده ممكن تكمل عليه في الحمل عادي ما بيعملش اي تشوهات او اي مشاكل بنيجي بقى السيدة خلاص حملت وعندها سكر او اتشخاصة سكر حمل لو اتشخاصة سكر حمل بتتشخص تقريبا في الاسبوع الـ 24 للـ 28 يعني بداية الشهر السادس كده لحد اخره ده اكتر وقت تظهر فيه الفشل البنكرياس في التعامل مع السكر بنبدأ ساعتها اول حاجة بنعمل لها حاجة اسمها ريستريكت دايت كونترول يعني تحكم عالي جدا فيه الاكل اللي بيدخل لها فوصد يأكيد دا شويات بالزبط هنبعد تماما عن النشويات بالذات النشويات المصنعة الـ processed carbohydrates والعيش والعصائر المسكرة والكلام دا كلها بالزبط كلها خلاص نركز اكتر على الالياف والخضار والفواكه بندخل لها حوالي من 1800 ل 2500 كيلو كالوري في اليوم بنقسمهم 40% كاربوهايدريت و40% فاب و20% بروتينز ويتقسموا على 3 وجبات رئيسيين و3 سناكس الوجبات رئيسيين في طار غدا عشا السناكس هتبقى ما بين الفطار والغدا وما بين الغدا والعشا وواحدة عند وقت النوم بحيث انتي عارفة انه برضو مريض السكر معرض انه هو العلاج ينقص نسبة السكر في دمه ويجي له هبوط في مستوى السكر فلازم كل شوية يبقى دخله كمية اكل ما فيهاش سكريات عالية كمان طيب من ناحية الفئة العمرية بقى يعني هل فيه برضو خلينا نقول مين اكتر عرضة أصدقك مين اكتر عرضة للإصابة بسكر الحمل اولا هنتكلم عن الستات اللي شوية البادي ماس انديكس اعلى من 30 الاوبرويت شوية دي بتبقى اكتر عرضة اه اكتر عرضة من غيرها كمان الستات اللي هي عندها فاميلي هستوري تاريخ مرضي في العيلة مرض السكر او هي كتحامل قبل كده وجالها سكر حمل احتمال كبير قوي يوصل لحد 40% ان الحمل ده كمان يبقى فيه برضو سكر حمل فدول اكتر ناس عرضة للإصابة كمان السيدات اللي عندهم تكيوسات على المبيض بيبقى عندهم نسبة عالية انه هما يبقى عندهم سكر حمل تقريبا البي سي او احنا عندنا البي سي او دلوقتي في مصر بقى تقريبا تقريبا من 70% ل80% من السيدات في مصر عندها تكيوسات على المبيض بنسب مختلف طب ليه ده ليه كده؟ بصي بقى اللايف ستايل عامل رئيسي يعني احنا عندنا البي سي او ده فيه عوامل شوية وراثية انما فيه عوامل كتير لايف ستايل نوع الاكل بتاعنا تغير هرمونات موجودة في كل حاجة في الحاجات اللي هي المعلبات في الفراخ اللي هي فيها الأستروج فراخ البيضة الحاجات دي كلها بقى محتوية على هرمونات بتعلي نسبة حدوث تكيوسات السيدنتري بقى لايف ستايل عدم الحركة وعدم الرياضة وعدم الاهتمام بالخضر والفكهة عدم شرب المياه كتير الكلام ده كله بيديفلوب تكيوسات وعلشان كده مريدة التكيوسات رقم واحد حل سحري اول ما بنشوفها من هي تخس تخس او تاخد متفورمين او جلوكوفاس بيساعدها طبعا متفورمين بيساعدها طبعا ودلوقتي بقى عندنا كمان تكيوسات في الستات الرفيعة وده بيبقى علاجه اصعب كمان دي جديدة دي لأ بقت زهرت عندنا نسبة انه رفيعين عندهم تكيوسات وعلاجها اصعب كمان فهو نسبته زادت جدا الايام الاخيرة انا في تكيوسات مختلفة يعني في تكيوسات اعتقد في حاجة اسمات شاكلة سست لا دي حاجة تانية بصي بقى احنا تكيوسات على المبيض غير الشاكلة سست الشاكلة سست دي بطانة رحم مهاجرة اتفقنا بطانة الرحم مهاجرة يعني ايه بقى يعني احنا بيبقى عندنا الرحم ده جوا البطانة اللي هي كل شهر بتكون دورة وبتنزل الدورة دي كل شهر وينجي الشهر اللي بعده تبدأ تبني ثم لما يجي معادة دورة تنزل البطانة دي مكانها جوا الرحم ساعات بيحدث خلل فالبطانة دي تهاجر عشان كده اسمها بطانة رحم مهاجرة تهاجر من جوا الرحم وتروح تلزق في اي حتة في الجهاز الترنسولي للسيدة او اي حتة في الحوض تلزق بقى في الانبوبة تلزق في الرحم من ورا تلزق في المبايد وتعمل اكياس في المبايد وهي دي الاكياس الدموية او الشاكلة سست دي بقى من الاسباب يعني الرهيبة في تأخر الانجاب واللي بيبقى علاجها ريخم شوية يمكن ارخم التكايسات انما التكايسات معناها الرئيسي فشل في التبويض ده لو هنتكلم عن تأخر الانجاب هي سبب من اسباب فشل التبويض وتأخر الانجاب طيب احنا معنا تليفون الو ازاي حضرتك اهلا 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 بحضرتك معلشي انا ده سؤال بس كنتعايزة اه voila اسأل حضرتك اه اه لا سأل حضرتك تفضالي اهlong عادي انا كنتعايزة بأسعل انا حاملة كمسحة ci عاري بروتين آه أو فرة عادي ينفع ولا لأ? لأ البروتين ممنوع في الحمل. او فرد الحمل يعني. ممنوع في الحمل. شكرا. تمام و اي فرد تاني? او اي فرد تاني برضو? كلهم بيبقوا نوع واحد تقريبا بس مختلف في الاسامي ومختلف النسبة بتاعة المادة اللي بتفرد الشعر. فهي كلها للأسف ممنوعة في الحمل. تمام. شكرا على المكالمة. اه طبعا اي حاجة اه كاميكل او اي حاجة بتبقى على الجسم بتخش جول جسم. يعني ده تأثير على طول البيبي بيبقى اه حساس لاي حاجة كاميكل خارجية ممكن تخش الجسم. طبعا ده من بعدك يا دكتور. فكرا انا ايام اصلا يعني اه موضوع السابقة ده انا فاكرا انا فاكرا ان انا سبغت قبل موضوع يعني لما نويت الحمل سبغت قبلها عشان عارفة ان انا ساعة الحمل وكلهم مش هينفع صبغ. ممكن عارفة تسبغي بس من غير ما نوصل للجزور. اه. يعني ممكن الاطراف بس. صح. ممكن نعمل كده. دي دي حل فعلا. اه. ممكن ان ستات كتير بتيجي قبل الولادة هي عايزة تسبغ. لازم تسبغ قبل الولادة. فممكن نتفادى الجزور ونصبغ باقي الشعر عادي. ممكن برضو صح. تمام. طيب. احنا حضرتك عايزة دي في اي حاجة تخص السكري قبل ما نروح الفاصل. احنا اتفقنا بقى انه السكر دي هتبقى. اتفقنا على اللي هتعملها وطريقة الاكل والكلام ده كله. لازم نعمل نوع خفيف قوي من الرياضة. ماشي خفيف جدا. علشان برضو نحافظ على مستويات السكر في دمها. مريض السكر محتاجة متابعة ادق وزيارات اقرب من اي ست تانية حامل. جمان مجرد ما بنوصل للفول ترم لو البيبي وزنه اقل من اربعة ونص. ممكن نديها فرصة لو هي بتولد طبيعي ممكن نديها طلق وتولد عند الثمانية وتلاتين اسبوع. لان مريض السكر كتير او البيبي بيتوفى صدنلي من غير اي سبب. بالتالي ما بنكملش للاربعين. بنيجي عند الثمانية وتلاتين اسبوع بنعمل او بنحفز الولادة. اه. اه. ولم وطبعا لو قيساري هتولد قيساري عند الثمانية وتلاتين اسبوع لو فوق الاربع وموص كيلو لان موازن البيبي بتاع مريض السكر بيكون كبير. طيب احنا معينا تليفون قبل الفاصل. الو. الو. اهلا نساعة. اتفضل. اهلا اهلا نحف يا دكتور انا حصل لزروف في تدري وروحت لزروف بالدكتور والبتاع الاورام وقال يجل اركض لولة بهرمونية. من يوم ما ركبته انا الدورة مع ليزة هو اللولاب. تمام هو اللولاب الهرموني ما بينزلش دورة. بس انا تعبانا لدهر الدرجة انا ضهري وجاني واندي وضع من تحت المنطقة اللي تحت تحت الصور ورجلية. اتفعنا. بصي اللولاب الهرموني بطانط الرحم اللي بتعمل دورة الهرموني اللي موجود جوه اللولاب بيمنع ان هي تبني. فما بيكونش دورة. بالذات لو بقاله شوية. طيب التعب اللي بتشتكي منه. الاول لازم يعني نستثني وجود التهابات. التهابات المهبلية او لو انت مخدتيش مضاد حيوي مع اللولاب في التركيب. ممكن يبقى عندك حدث عندك التهابات ودي هتحتاج علاج. فقبل ما نقول ان اللولاب هو السبب. لازم الاول نستثني وجود التهابات. نتأكد ان اللولاب في مكانه. لو الحاجات دي موجودة هنعالجها. لو مش موجودة. ممكن ساعات هنفكر انه ممكن يكون اللولاب من الاسباب اللي عملالك وجهة اسفل الظهر. كمان شكرا على المكالمة. بالنسبة لموضوع اللولاب ده بالذات. ممكن يقطع الدورة عند الست في عمر صغير لمدة سنين. بس اللولاب الهرموني. انما اللولاب العادي لا. لو شالته هل ممكن ترجع يجي لها الدورة وتحمل؟ لو هي كبرت ودخل على سنة يأس. ممكن لا. ممكن تكون في عمر التلاتين. بس اصلا ما ينفعش الركب لولاب هرموني لست عايزة تحمل بعد كده. يفضل الست اللي هتركب لولاب هرموني تكون خلصت العيلة بتاعتها. جابت عياله وخلاص مش عايز تحمل تاني. طب عايز تحمل تاني الركب لولاب عادي. لانه هو فعلا بيعمل زي ضمور كده في بطنط الرحم او بيخليها رفياعة قوي. يمكن تاخد لها سنة عندما ترجع تاني وتبقى طبعية. طبعا. فيفضل لا اهو احنا بنحطه في الاخر خالص. انا صاحبتي عندها ستة وتلاتين مثلا مركبة بقى لها تمان سنين. ولسه عايزة اطفال. وغاية دلوقتي منزل يعني تمان سنين ما بينزلهاش الدورة. هو عايزة اطفال ولا خلاص? عايزة بقى دلوقتي. اهو. عايزة تشيله وعايزة اطفال. تشيله هنقعد نستنى مثلا يمكن سنة لحد ما تنتظم الدورة تاني ممكن ساعتها يبقى فيه اعمال انه تجيبتك. ممكن يبقى فيه اعمال او لا? ممكن او لا. بالزبط اشان بقى الفترة طويلة. كارسة والله يعني اوقات فعلا فيه ده كاترة ما بيشرحوش ده. لا. خالص. يعني تبقى كارسة. والاولاب بالزاد كمان فيه حاجات كتير بتمس يعني. فيه سيدات تركب اولاب وتعيش مبسوطة. فيه سيدات تركب اولاب تفضل تعيين. التهابات ووجع في الظهر. اه دورة تقيلة. بالنسبة للاولاب العادي دورة بالعشر طيام. اه اه اه. نزيم بقى. الحاجات دي بتتصلح مع التركيب. مع التركيب بنيدي انتفايوتك علشان ما يحصلهاش التهاب. بنيديها دوة كده معين تمشي عليه فترة قصيارة علشان الرحم والاولاب ياخده على بعضه ما نزلوش دم كتير. ما تعنيش. مسلطات شهورة عشان تتعود على دقمي. مش كل ستة زيتانية. يعني فيه ستات بتتعزب بجد. لا. ما احنا بنيديها بقى عشان ما تتعزبش. اه. لعلمك اللولاب رقم واحد في وسائل المنع الحمل جميل جدا. ما فيش هرمونات بتدخل جسمك. ما لوش اضرار. ما لوش اي حاجة. احسن لنرحبوه. دول اللي احنا اتكلمنا عنهم الالتهاب قدامي كتير اللي اتنين بيتحلوا مع التركيب. بس فيه ناس كتير ما بتحلش الموضوع ده. ما هي دي بقى المشكلة. يعني ممكن واحدة تتعقد من اللولاب. مجرد عشان الدكتور مسلا مسا ما ساعدهاش في مضادة حيوي مظبوط مساعدهاش في اه كان بيركب لها واجحة جدا في التركيب. اه ما ما دهاش لحاجات الانتي اه كل الحاجات دي. ممكن فيها انتعمل عقدة عند السن. فالواحد لازم يتأكد قبل ما يروح للدكتور. دكتور ده فعلا حد عمل عنده قبل كده وتتأكده كده. عشان ما تتعقدوش لو كانت اول مرة تعمله. طيب احنا هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع نكمل ان شاء الله مع بعض. اهلا بكم معنا من الفاصل. احنا اللي سمكملين مع الدكتورة مروة عثمان اخصائي توليد واعوكم نسا تجميلية. احنا دلوقتي كنا عايزين لسا نتكلم في قصة كورونا. دلوقتي طبعا احضرتك اكيد بتنصحي كل الستات اللي عايزة تحمل ما تحمل جلوقتي ده مبدئيا صح كده؟ يعني ممكن بس يعني مش هتقدر تسيطري قوي على حاجة زي كده يعني. في ناس يمكن دي فرصة زوج فاضي موجود في البيت. الظروف بالنسبة لهم مواتية ان هما يعني يحملوا. وحتى يعني مقدرش اقول ان هما يعني فريدي ناس عايزة تكون اسراء يعني فهمتها مش مش هنقدر ننصح قوي بالمعلومة دي يعني. بس هنقدر ننصح بالبريكوشنز. طيب. طبعا طبعا بلاس كل الحاجات الناس كلها بيتعرفاها. خلينا نتكلم عن الحمل. خلاص. الحمل هيبقى الزيارات للطبيب اقل. تمام. مع الدراية الكاملة بالحاجات اللي هي ما فيهاش تأجيل. او علامات الخطر زي ما نقدر نقول ان هو وانس الموضوع ده موجود. لا انا لازم ازور الدكتور. مش هافضل استنى اقول طب لما كورونا لما كورونا لما كورونا وهكذا. خلاص. بلاس ان انت خلاص هتنزلي ومثلا مضطرين وعندنا مشكلة معينة ولازم منزل للدكتور. البريكوشنز بقى بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها التعايم والكمامة والكلام ده كله الناس اكيد زهد من كتر ما سمعته. تمام. ده بالنسبة ليه فترة متابعة الحمل. الولادة بقى. الولادة ده بقى بوع بوع كده ناس كتير نفسها الولادة تتأجل علشان الكورونا تخلص. بس هو واضح ان احنا هنفضل متعايشين مع الكورونا شوية. فالحال ان احنا نبقى عارفين نعمل ايه. ومش هنستنى ان كورونا تخلص. كورونا شكلها مطولة. ليه بتقولي كده بس. مش عارفة حاسة كده ومعرفش. ليه لا زروة وبعدين شوية زروة وبعدين يعني عارفة. لا 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 كل حاجة لها بيكو بتنزل خلاص. ما احنا. يعني البيك يمكن يكون لسه شوية طالع سنة يعني. يعني من من وقع اللي احنا بنشوفه في المستشفيات والحاجات. ايوه. ما هو دلوقتي برضو حتى يعني الستات اللي مثلا هتحمل لو بتقولي مثلا موضوع لسه نطول المستشفيات مش بتستوعب دلوقتي. مش مش مستوعب. اعداد اكبر. اعداد اكبر كحالات كورونا. اه. اه. لكن في مستشفيات نسا بس ما بتعملش اي حاجة رانينا بتستقبل حاجات النسا وحاجات النسا. ده دي معلومة حلوة. اه طبعا. يعني في مستشفيات نسا بس مش هتاخد غير الولادة. اه. 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 مليش دعو بكورونا. عشان برضو ستت بتبقاش خايفة. لا. اه. طبعا. طبعا. اولا احنا يعني من شهر تلاتة من لما بدأت الكورونا لحد دلوقتي احنا مولدين اعداد كبيرة جدا. كلها الحمد لله سيف هي وابنها والدنيا تمام يعني ما فيش اي مشكلة باتباع التعليمات. البريكوشة اللي احنا كنت لسا ايلالك عليها. اول حاجة اختيار المستشفى. المستشفى لازم تبقى مستشفى نسا بس. ما فيهاش طوارد. ما فيش عليها رجل مصابين من كل ناحية. هم بس عيانين النسا والولادات. دي رقم واحد. رقم اتنين. اول ما بتوصل العيانة للمستشفى. تكون قريدي لابسها الجوانسي والكمامة بتاعتها بنلبس حاجة اوفر الشوز بتاعها. وحاجة اوفر الهاد. وبنقلل الوراقيات اللي بتعمل في المستشفى. وبيكون معاها مرافق واحد بس. وده قرار من وزارة الصحة ان هو المرافق واحد. وما فيش زيارة نهائي. تمام? بتجيب معاها حاجات خاصة بقى للبيبي. النونه ده بيبقى يعني حساس جدا. فبنجيب له لبسه الخاص به ملاقية السرير بتاعته الكافر بتاع المخادة بتاعته. والكلام ده كل. تمام? بتدخل قوضيتها. القوضة دي بتبقى متعاقمة من قبلها تعقيم غير التنظيف. تعقيم حاجة خاصة بالظروف اللي احنا فيها. طبعا تحت اشراف طبي يعني الدكتور يبقى عارفه وعارف القوضة تعاقمة امتى والكلام ده كله. تمام? بتدخل القوضة بتقلل خروجها هي والمرافقة اللي معاها من القوضة يا ريت ما اخرجوش خالص هي يدوبك على قوضة العمليات وترجعها تاني. طيب احنا معايش معنا تليفون ونكمل. الو? معايش عاملتين. نكمل. تمام. بعد كده دلوقتي الولادة بدون قلم مش رفاهية. الولادة بدون قلم بتقلل فترة وجود المريضة قوى المستشفى. فانا برشحها جدا لكل الناس اللي هما يولدوا بدون قلم. احنا هنممكن نفصل. احنا عندنا الطبيعي بتعمل ابيديورال. ابيديورال دي عبارة عن زي حقنا صويرة بتتاخد في الضار. ابيديورال سبيس ده بتوصل كمية انالجيزية معينة. بحيث ان الست بتولد طبيعي ما تحسش اي وجع. بس الكنتراكشن والانقباضات الرحمية شغالة والبيبي بيتولد وبينزل وهي ما بتحسش بقلم خالص. بس مش بتحس برضو بتطلق. ماشي مش مشكلة كده كده الرحم اصلا ده بيكونتراكت لوحده. مم. واجع بقى الانقباضات هي مش حسها. تمام. بس الانقباضات ما بتحسش. لما دكتور يقول لا يلا بوش ما بتقدرش تبوش. لا ولا اي حاجة. هي كده كده احنا كمان بن 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 المدة بتاعت الابيديورال بتبقى بنظبطها بطريقة معينة يمكن نحتاج منها شوية بوش في الآخر. مع نزول البيبي. انما وقت اللي هو من لما الرحم يبقى صفر مش فاتحة خالص لحد ما يبقى عشرة سنتي ولحد ما البيبي يبدأ ينزل الكلام ده كله ممكن ما نحتاجش منها البوش. البوش دي بتبقى حاجة كده في الآخر خالص حاجة سمسها كده بعيدة خالص تكون خلصت كل المراحل دي وهي من غير واجع ومن غير اي حاجة. ده من نسبة للطبيع. طب في بس معلش حتة عايزة اسأل فيها. آآ ستات كتير قوي بتقلق من البيديورال. بتخيب بيقولوا بتعمل ان شاء الله النص فيه وكلام ده بصي. هو طبعا مع يعني ايد حد متمرس في البيديورال مستحيل يحصل حاجة زي كده. مستحيل. انا مش طمنا بقى ده متمرس. اه لا 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 مستحيل. طبعا انت بقى بترسقي في الدكتور بتاعك بقى فهمها? قلتني كان اخر فلة مش قادرة اوزب على عمله فيه وانتي عارفة قصة فاكراني عارفة قصة. كان جميل يعني عادني سنتين بتعالك. انت حظك الوحيد كده لكن هو في الحقيقة في الحقيقة هي البيديورال دي نادرا بسي. انا على قد مشواري المهني عمري ما شفت حد حصله اي صايد فاك من البيديورال. يعني حدد ده البيديورال غلط. ابدا ما شفتهاش. طبعا. اتفقنا. اه ده بالنسبة ليه الولادة الطبيعي. معلش وسالي قصة الواحدة هي. اه نيجي بقى للولادة القيصاري. الولادة القيصاري في تو تيكنيكس. حاجة اسمها بي سي اي ودي بتبقى بعد ما بتولد كده مجموعة من الانالجيزية او المواد المخدرة والمسكنة للقلم بتعلقها على رقبتها. بتفضل تطلع في كانيولا مواد مسكنة تقريبا تمانية واربعين ساعة لاثنين وسبعين ساعة ما بعد الولادة. مريضة بتطلع من قط العمليات ماشية على رجليها. بتعمل اي حي تقوم تتشطف كزا تتماشى. كل حاجة بسهولة بعد الولادة وبتروح بدري. تمام. في حاجة تانية بقى اللي هي اسمها التاب لوك. التاب لوك وهي تخدير عصاب البطن في منطقة الجرح. ودي اكتر حاجة بتوجه على السكت اللي هي العضلات بتاعة البطن. بيبقى ماشي فيها شبكة عصبية. احنا بنخضر الشبكة عصبية. مش مؤلمة ولا حاجة يا سيدي. مش مؤلمة حرص ده احنا عملينها علشان نتسكن. انت عملت تاب لوك يعني اشوكة هي جديدة يعني. لا ما عملتش ان انت عملتها. بالزبط هي المشكلة الوحيدة في المنطقة دي العضلات. هون بتيجي تقومي ولا تكحي ولا تعتاصي ودي حاجة مشهورة ما بين الستاتة بتقولوا تقيصري او الكحة او العقصة والعقصة والعزاب. مع تاب لوك دي الموضوع ده بيبقى اولمست مش موجود. اه. وفي حاجة تانية كمان جديدة برضو هي تخدير العضلات بتاعة البطن. مش السطحية العميقة. الاعصاب العميقة. ده كمان بيدي وقت اطول وبيدي انالجيسية اقوى. حاجة اسمها كوادريتس لامبورام لوك. دي اللي هي العضلة الموجودة ديب في البطن. لما بتتسكن هي كمان بيبقى الموضوع لطيف جدا وكأنك مش خلطة. طويم. ما حصلكش بقى حاجة كده ترقف مرة انك بتولدي ولايتي بتوقم بدل بيبي واحد. لا ابدا. توقم ديب نبقى عارفين من بدري انه هو توقم. لا امره ما حصلت الحمدلله يا ربا. يا دو حكايات كده فجأة كده يلاقوا. لا خالص ابدا بالعكس. بيبي يطلعوا يلاقوا بيبي بعد ويطلعوا. لا واحدة. نبقى عارفين من بدري. طب ايه من حاجات طريفة وكده حصلكتك مرت في الولاد. اتش عارفة ما اقدرتش افتجر حاجة معينة لانه هي كل حاجة بتبقى اصلا مدروسة ومنبقى مركزين او لانه دي عارفة انتي بتبقى انتي بتبقى جوه وعيلة كاملة مستنية للخبر انه كل حاجة كويسة. مينفعش اي حاجة تبقى مش بيرفكت. حاجة طريفة من العيلة. اه. اي حاجة حصلت. دايزب حاجة طريفة النهارة. اه مش في بالي حاجة والله بس لو جفت بالي حاجة اقولك واحنا بنتكلم. ايه. مش في بالي حاجة خلصت. الحاجات دي بتبقى لذيزة برضو يعني بتبقى حاجات اه. لان دايما بنقول فيها احداث مش حالوة. يعني عادة انا بنقول احداث مش حالوة. انا مش عايزة بستر واحد يربوها. يمكن اقولك اكتر حاجة. مثلا لو مثلا زمان مساحب القرون لما بيبقى فيه زيارة. اه مجرد ما بنطلع مثلا نقط العمليات. يمكن الكمانت الوحيد ايه دا ما شاء الله دكتورة صغيرة. شكلك صغير. مش عارف ايه. دكتورة ست. الكلام ده انت عارف الناس دايما عندهم. اه. مع انه يعني. 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 فعلا في ستات كتير. اشتر من دكاتر رجالة. وفي. والدكتور مش الصغير. الميدل ايج. اللي هو مش لازم يبقى بقى بندارة وكرش ومش عارف ستايل معين عشان يبقى اسمه دكتور. لا. بالعكس. الدكاترة دلوقتي اللي هما الميدل ايج دول بيبقوا قريبين من العلم. قريبين من الابديت. عارفين ايه اخر حاجة تقالت. ايه احدث حاجة. فالقانسبت ده نفسي اغيره. القانسبت بتاع الشعب المصري. انه دكتور لازم يبقى بندارة. اعرقوا ببايا وبكرش. وقرع. مش موجود خلاص. هي الفكرة بيربطوها بالكسبرينس بمعنى عدد الحالات اللي عالجها. فعد علي عدد كبير. هي الكسبرينس مهمة برضو بس مش مش كده. هي عمراء ما بتتحسك كده خالص. بالعكس. في حاجات كتير بيبقى الدكاترة الكبارة يعني ما وصلوش لاخر ابديت فيها او ما اروش اخر حاجة. والصغيرين لا يعرفوها. ومش هنقول صغيرين هنقول الميدل ايج يعني اللي هما. الوسطية. اه اه. بالزبط. يبقى ابديت اكتر بالمعلومات الجديدة. بالزبط. فهو مفيش قانون للموضوع ده. اه. يعني الموضوع ده ملوش قانون. يعني كدكتور شادر ما مش شرطي بقى سن معين. مش شرطي بقى ابيرانس معين. ابدا. فانا اكتر حاجة بقى اللي هي ايه ده ما شاء الله الدكتورة الجميلة دي مش عارف. ومع ذلك قادر اقول برضو ان يعني حتى لو الواحد روح له احسن دكتور احسن برضو. بس. بقى نصيبه يحصل له. بقى الشر يعني يعني الناس كلها. يعني دكتور اللي روحت له كان كويس جدا سمعته كويس جدا. بس انا نصيبه جايزة. بس احصل معي كمبليكيشن. يعني على فكرة احنا عندنا كمبليكيشن لكل حاجة عندنا في الناسة وموجودة في الكتاب وخلاص حاجة معروفة انه ممكن يحصل كزا ممكن يحصل كزا ممكن يحصل كزا. اه. مع اشتر دكتور ومع احسن اللي هي متابعة كل حاجة بس ممكن يحصل كمبليكيشن. دي حاجة موجودة. نورتيني النهاردة بشكرك جدا. عايزين بقى المرة جاية نتكلم في حتة ال الستات اللي نفتاها تحمل ومش عارفة تحمل لاسباب معينة بفهميني لاسباب ايه. اه لازم. وتعمل ايه والكلام ده كله. اه العمر هل بيفرق ولا ما بيفرقش. طبعا. كل الكلام ده. معنا كلام كتير في تأخر الانجاب. اه تأخر الانجاب لانه بقت سمى دلوقتي اه في العصر موجودة بصراحة جامد جدا. فعايزين ان شاء الله المرة جاية نتكلم فيها. ان شاء الله على خير. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا. مع السلام.